البيزر نيوكلياي او مدسمة باسم جانجيليا عبارة عن تجمع من السابكورتكال جري ماتر وتتكون من الكوديت نيوكلاس والانتيفورم نيوكلاس والكلوسترام جميعا بيشاركوا في تخطيط وتنظيم حركة العضلات اكبر البيزر نيوكلياي هما كوديت نيوكلاس والانتيفورم نيوكلاس اللي اتنين بيقوموا بوظيفة محطة رسال واستقبال بين كل من السلمس والسريبرا الكورتكس في نفس الجانب الكوديت نيوكلاس موازية للاترالفينتريكالز وتتكون من هيد وباضي وتيل الهيد في كوديت نيوكلاس بيسيب مسافة صغيرة بينه وبين الفرونتال هورن وفي زالاترالفينتريكال والتيل في كوديت نيوكلاس بينتهي عند الاميجدالة الموجودة في التيمبراللوب الانتيفورم نيوكلاس عبارة عن كتلة من الجريماتر على شكل عدسة محدبة تقع بين الانسيولا والكوديت نيوكلاس والسلمس الانتيفورم نيوكلاس يمكن تقسمها الى جلوباس باليداس وبوتامل الكولوسترام هي طبقة طولية رفيعة من الجريماتر تقع بين الانسيولا والانتيفورم نيوكلاس ويعتقد انها بتشارك في الفيجوال أتنشن يوجد ثلاث كابسولات كبار من الويت ماتر وهما الانتيرنال والاكستيرنال والاكستريم كابسولز بيفصلوا بين البيزل نيوكلاي وبينقلوا الالكتريكال امبالسيس خلال المخ الانتيرنال كابسول بتفصل السلمس والكوديت نيوكلاس عن الانتيفورم نيوكلاس والاكستيرنال كابسول هي طبقة رفيعة من الويت ماتر بتفصل بين الكلوسترام والانتيفورم نيوكلاس وطبقة رفيعة أخرى من الويت ماتر تقع بين الكلوسترام والانسيولار كورتيكس وهي الاكستريم كابسول ترجمة نانسي قنقر